إلى شأن تجاري تشرع الحكومة بداية من السوداسية ثاني من السنة الجارية في عملية تطهير واسعة تشمل أسواق السيارات المستعملة الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن وتحويلها على مستوى الفضاءات التابعة للوكلاء المعتمدين للسيارات في الجزائر وأفاد المسؤول الأول عن قطاع الصناعة والمناجم عبسلام بوشوارب في تصريح خاص به جريدة النهار بتشكيل لجنة وزارية مشتركة تتكون من ممثلين عن 12 قطاعات وزارية من بينها المالية الداخلية التجارة والصناعة باشرت رسميا عملها من أجل تنظيم سوق السيارات المستعملة في الجزائر وإعداد دفتر شروط شبيه بذلك الذي صدر في الجريدة الرسمية شهر فيفري من العام الماضي الموجه للمركبات الجديدة وقال بوشوارب أن سوق السيارات المستعملة سيكون بداية من السوداسية ثاني من العام الجاري نسخة طبق الأصل السوق الفرنسية مؤكدا بأكثر تفاصيل أن دفتر شروط الجديد الذي يتواجد قيد الإعداد من طرف اللجلة الوزرية المشتركة سيلزم كلاء السيارات بتخصيص فضاءات كل حسب علامته لتسويق المركبات المستعملة بأسعال مضبوطة قانونا ومقابل ضمانات وكذا خدمات ما بعد البيعة موسيقى موسيقى